بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان الدرس السادس والعشرون بسم الله الرحمن الرحيم من الله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد باب المساقات والمزارعة المساقات كما سبق تكون على الشجر لأن يكون عنده نخل أو أعناب وغير ذلك من الأسجار المثمرة فيدفعها إلى من يسقيها ويقوم بتكاليفها بجزء مما يحصل منها كالعشر والخمس والنصف ما أشبه ذلك هذه تسمى المساقات وأما المزارعة فمعناها أن يدفع الأرض التي تصلح للزراعة يدفعها لمن يزرعها بجزء من غلتها بجزء مما يخرج منها كالعشر والخمس والسدس وما اتفقان عليه هذه المزارعة والمساقات والمزارعة عقدان جائزان بدليل السنة قولي منه أنه صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر من اليهود بجزء مما يخرج منها بالشطر بالشطر مما يخرج منها من ثمر ومن زرع فهذا دليل على جواز المساقات والمزارعة أما إذا كانت المساقات أو المزارعة بمقدارا معين كان يقول عدفع لك هذه الأشيار على أن تسقيها وتعمل على إصلاحها وتدفع لي مئة كيلو أو ألف كيلو من تمر هذا لا يجوز لأن تحديد المقدار فيه جهالة وغراء أنه ربما يأتي هذا المقدار أو لا يأتي لكن إذا قال جزء المشاع النصف أو العشر أو الخمس فهذا لا بأس لأنه يخضع للزيادة والنقصان أما إذا حدد مقدارا معينا فهذا لا يجوز لأنه قد لا يحصل هذا المقدار فيحصل على المزارع هو المساقي ضرراً على ضرر على عمله وكذلك لو قال في المزارعة لك زرع الناحية الفلانية أو ما على الجداول ومجاري المياه فهذا لا يجوز أيضاً لأنه ربما لا يحصل إلا هذا المقدار إلا قال لك زرع الناحية الفلانية ربما إن الناحية الفلانية ما يخرج فيها شيء يموت زرعه أو إنه ما يخرج الزرع إلا فيها والبقية ما يخرج فيها شيء يتضرر أحدهما أما إذا قال جزء مشاع مما يخرج من الأرض فهذا فيه العدل يقل ويكثر ولا يحدد بجهة معينة وقد حمل العلماء النهي عن المزارع على هذا النوع على هذا النوع أن يقول لك زرع الناحية الفلانية أو زرع ما على أقبال الجداول أو مجاري المياه أو ما شبه ذلك هذا الذي يحمل عليه النهي عن المزارع أما إذا كانت بجزء مشاع فهذا لا بأس به لأنه ليس فيه غرر ولا جهالة وكذلك تأجير الأرض يجوز لو دفعها إلى من يزرعها سنة أو عشر سنين أو مئة سنة أو أكثر هذا ما يسميه الناس الآن الصبر الصبر يأجره الأرض أو الدار أو البيت سنين معينة بأجرة معينة يعني يسمى تأجير ما يسمى مزارع هذا لا بأس به لو قال أدفع لك هذه الأرض مدة كذا وكذا بمئة ريال كل سنة أو بعشرة آصع كل سنة هذا يجوز لأنه من باب الإجارة فالإجارة معلومة والمدة معلومة يسمى هذا من باب الإجارة تأجير الأراضي لا بأس به نعم لأنه من باب الإجارة في كل جزء في كل شجر له ثمر يخرج الشجر الذي ليس له ثمر ليس له ثمر يقصد وينتفع به هذا لا تصحي المساقات عليه لأنه عبث بجزء مشاع خرج ما ذكرنا أنه لو حدد ما يجوز لازم يكون مشاع يعني خاضع للزيادة والنقصان كالخمس والعشر وما أشبه للي معلوم بجزء مشاع معلوم لو قال بالفالك هذه الأشجار تسقيها وتعمل عليها ببعض ثمرتها ببعض ثمرتها يقول هذا ما يجوز لأنه ما حدد البعض هذا يكثر ويطل ما يعرف يحصل نزاع لازم يحدد حدد بالجزء المشاع باللقومس بالربع بالعشر بالثلث السدس أما أن يقول ببعض ما يخرج منها وغير معين فهذا لا يجوز للجهالة نعم هذا دليل المساقات والمزارعة من السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول جمهور العلماء خالف فيه الحنفية وجماعة أخلم بأحاديث النهي عن كراء الأراضي وعن المخابرة وعن لكن هذه الأحاديث كما ذكرنا إما أنها منسوخة أنها في أول الإسلام أو في أول الهجرة في أول الهجرة ثم النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر عمل بالمساقات والمزارعة مع أهل الخيبر فيكون هذا ناسخاً للنهي السابق أو أن النهي محمول على ما ذكرنا من تحديد مقدار معين أو جهة معينة فيكون في ذلك غرر وجهالة فيكون هذا هو المنهي عنه أما إذا كان بجزء مشاع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بشطر ما يخرج منها والشطر معناها النصف الشطر معناها النصف هذا جائز وقال أبو جعفة محمد بن علي بن فسين إذن علي رب للله عنه وقال أبو جعفة محمد بن علي بن فسين رب لله عنه عاما رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر الشطر ثم أبو جعفة هذا أبو جعفة هذا هو أبو جعفة الباقر يقال له الباقر ابن جعفة الصادق من أهل البيت رضي الله تعالى عنه من ذرية علي بن أبي طالب وكان إماما جليلا في العلم والفقه ورواية الحديث أما ما ينسبه إليه الشيعة وإلى أبيه جعفر الصادق من الأكاذيب والأباطيل فهذا زور وبهتان ينسبونه إليه وهو منه بريء لأنه رضي الله عنه من أئمة أهل السنة ومن أهل البيت الطيبين أما انتحال الشيعة وكذبهم عليه إنسبون إليه ويوكنونه أبو عبد الله قال أبو عبد الله قال أبو عبد الله كلها لكذب كله كذب وبهتان قبحهم الله وانتسابهم إليه قولهم الجعفرية هذا كذب لأنه بريء منهم نعم فليسوا جعفرية وإنما يقال الرافضة هذا هو الصحيح هو الاسم اللائق بهم قال لهم الرافضة قال لهم الشيعة أما يقال الجعفرية فهذا كذب وانتساب باطل نعم 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 وقال أبو تعقى محمد ابو عزيز ابو عزيز رضي الله عنه عاما رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا خيبا بالشار ثم أبو عزيز عمر وإثمان بعد ثم أهلهم يجعوا في عدد الخلفاء وقبعد هذا دليل على أن المساقات والمزارعة أنها ثابتة بالسنة وبعمل الخلفاء الراشدين ومن جاء بعدهم من غير نكير نعم نسألة وتجوز المزارعة في الأرض بتجوز المزارعة سواء كان المزار من هم أو من أهدينا بحديث ابن عمر لا يشترط أن يكون البذر من صاحب الأرض يعني بعض العلماء يقول يشترط أن يكون البذر من صاحب الأرض ولكن هذا غير صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر أنه كان يدفع البذر إلى أهل خيبر ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان الخلفاء الراشدون يدفعون البذر إلى أهل خيبر فاشتراط دفع البذر هذا غير صحيح اشتراط غير صحيح لكن لو دفع البذر جاهل أما أن يقال أنه من شروط الصحة هذا غير صحيح نعم يعمروها من أموالهم هذا دليل على أن البذر من عندهم من أموالهم هم لا مما لصاحب الأرض والشجر نعم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ما يخرج منها من ثمان وزرع شطر ما يخرج منها يعني النصف نعم وعلى العامل ما جرت العادة بعمله في المسارعات والمسارعة من الحركة والزبار والتطبيق والأسلاحة والقناع والحصار والفراس والليل يكون على العامل ما جرت العادة به عند الناس من السقي والتلقيح النخل وإصلاحه وتسميده الزبار يعني التسميد وغير ذلك من ما يتطلبه العمل الزراعي هذا يكون على الزارع أما صاحب الأرض أو الشجر فعليه إصلاحها إذا تعطل الماء مثلا إذا تعطل الماء أو غار الماء فيكون صاحب الأرض أو صاحب الشجر هو المطالب بتوفير الماء للمزارع أو حصل خلل في الأرض يحتاج إلى إصلاح وتعمير يكون على صاحب الأرض أنه لا يتعلق بالعمل إنما يتعلق بالأصل فيإصلاح الأصل هذا على المالك وإصلاح العمل والسقي والزارع هذا على العامل نعم ويكون على وعلى العامل في مدارة العامل في المساخات والمزارع من الحرث والزبار والزبار من الحرث حرث الأرض والزبار وهو التسميد والتلقيح النخض وإصلاح طرق الماء والحصان إصلاح طرق الماء يعني السواقي والعنابيب وما أشبه ذلك إذا انسدت أو تعال هو اللي يصلح المزارع لكن جلب الأنابيب وإصلاح الأصل هذا يكون على المالك نعم الحصاد والدراس الحصاد حصاد الزرع والدراس اللي هو الدياس الدياس الزرع الدراس يعني دياس الزرع كانوا قابل يدوسونه على الحيوانات دوسونه على الحيوانات أما الآن المكاين الآن المكاين اللي طيب الزرع نعم فالدراس معناه الطياب عند العوام الطياب طياب الزرع الزري كانوا بالأول يدرونه بالأيدي في الهواء يدرونه بعد ما يدرسون الزرع يدرونه بأيديهم حتى يسقط الحب ويطير التبن هذا يسمونه الذري أما الآن صارت الذرايات والآليات تقوم بهذا العمل لكن هذا لا يدوم والله أعلم يعني الآلات ما تدوم وإذا تعطلت الآلات يرجعون الناس إلى عمل الأيدي نعم وعمل الدواب نعم لأن يخضر ما يقضي ذلك نعم لأن هذا اللي جرأت عليه عادة الناس والعرف نعم 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 إصلاح الأصل على المالك إصلاح الأصل لو تعطل على المالك أما ما يتعلق بالعمل فهذا على العامل هذا اللي جرت به العادة نعم 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 من أول نعم 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 من أول يعني ما يتعلق بالعمل على العامل وإصلاح الأصل على المالك فتأمين فتأمين الآليات التي يستنبط بها الماء كالدواليب دواليب هذه آليات كانت تديرها الدواب تديرها الدواب وترفع الماء من البئر يسمونها الدواب أو السواني التي كانت معروفة وكذلك في وقتنا الحاضر المكاين المكاين الرافعة تكون على صاحب الأصل وعلى العامل تشغيل المكاين تشغيل المكاين وإن جرى عرف بغير ذلك يعمل به إذا جرى تغير العرف أو شرطهم شروط فالمسلمون على شروطهم لكن لو لم يكن هناك شروط بين العامل والصاحب الأرض فإنه يرجع إلى العرف إلى عرف الناس نعم وكذلك الحيطان إذا سقط الحيط حيط البستان صار ما يحمي الأشجار والزرع تدخل عليه الدواب والسراق فإقامة الجدران على وشبوك هذا يكون على المالك عمل الحماية على المالك لأن هذا يبقى لأن هذا الشيء يبقى في الملك إصلاح للملك حفر البير لا تعطى البير وغار ماه أو قل حفر الآبار هذا على المالك تأمين الماء على المالك واستنباط الماء وتوزيعه على الزراعة والأشجار هذا على العامل نعم فينزمه ما فيه فكه الأصل كسبت الحيطان وإنشاء الأنهار إنشاء الأنهار يعني شق القنوات من الأنهار حتى تصل إلى الأرض هذا يكون على المالك نعم وعمل الدولاب وما يديره؟ عمل الدولاب آلة آلة فيها فيها يعني مثل الدلاء فيها أشياء مثل الدلاء ويكون على بكرات أو تروس تديره البهايم يعني ما كان هناك مكاين في الأول كانت البهايم تديره يعني تدور بالشيء وتحرك هالمحالة وهالتروس ثم تنزع الماء من قعر البيت هذا الدولاب الدولاب وما يديره من البهايم أما الآن صار يديره مكاين وآليات نعم وشراء ما يلقح به شراء ما يلقح به شراء الطلع طلع الفحال طلع الفحال هذا شراءه على المالك أما التلقيح نفسه فهو على العامل يكون على العامل نعم فإذا أطلق العقد أطلق فإذا أطلق العقد فعلى كل واحد هما ما ذكرنا العمل بالعرف إنما يكون إذا أطلق العقد أما إذا شرطوا شروطا فيعملون بشروطهم إذا قال أنت عليك كذا وأنا عليك كذا بشرط أن يكون عليك كذا وكذا وأنا عليك كذا وكذا يعمل بالشروط قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم نعم وإن شرق ذلك كان تأكيدا نعم نعم هذه شركة تسمى شركة لو دفع سيارة أو دابة إلى من يعمل عليها يحمل عليها لجزء مما يحصل لا بأس بذلك هذا يدخل في الشركة واحد عليه الدابة أو عليه السيارة هو واحد عليه العمل وما يرزق الله يكون بينهما على ما شرط هذا من الشركة من أنواع الشركة نعم ويشتغط أن يكون قيمه لأنه يشكر ما ينبقى عماله إلى من ينتجه فيه والذبح بينهما ويشتغط أن يكون ما بينهما معلوم كالمرارة اشتغط أن يكون نصيب كل منهما معلوما مما يحصل فلو قال هذه الدابة تعمل عليها أو هذه السيارة تعمل عليها وما حصل فهو بيننا هذا صحيح ويكون بينهم يعني أنصاف يكون بينهم أنصاف وإن قال بالربع بالخمس بالعشر يعمل بذلك نعم أما لو قال له اشتغل على هالسيارة أو على هالداب وما حصل أعطيك بعضها أعطيك جزء منه أرضيك ويقول لا هذا ما يصح يعني هذا مجهول لازم تبين ما يجوز تحديد المبلغ ما يجوز لا يقول نشتغل على هالسيارة بشرط أنك تعطيني يوميا مئة ريال تسعين ريال أو حتى عشرة ريال كل يوم ما يجوز لأن هذا فيه غرر وجهالة لأنه قد يحصل هذا المبلغ وقد لا يحصل منين يجيب لك لم ما حصل هذا ما يصلح لازم يقول بالربع بالخمس بالعشر علشان يصير فيه عادل بينهما القليل والكثير نعم إحياء الموات الموات هي الأرض غير المملوكة الأرض التي لم يسبق عليها ملك لأحد ولا اختصاص لأحد أما إذا كانت مملوكة من قبل فهي لمالكها ولا يجوز أن يحييها أحد أو كانت من المرافق العامة للبلد مثلا محل حطب أو محل رعي أو مجاري سيول أو ما أشبه ذلك لا يجوز أن يحييها أحد لأنها لمرافق احتاجها الناس فالأرض الموات هي التي لا يتعلق بها ملك لأحد ولا اختصاص لأحد هذه الموات فإحياؤها مباح يأتي واحد ويحييها بأن يحفر فيها غير ويغرس فيها شجر يملكها بذلك أو أو يعمل عليها حائط يعمل عليها حائط يمنعها من الدخول إليها هذا أيضا يملكها به أما لو حبسها تحبيس فقط فهذا لا يعتبر محياء وإنما يعتبر تحجر يسمونه التحجر لا يثبت به ملك لكن لو بنى عليها وحق عليها أبواب سورها صارت مملوكة له بذلك بشرط أن لا يكون عليها ملك لأحد أو اختصاص لأحد فإحياء الموات يحصل بأحد أمور أولا الإحياء كما ذكرنا والإحياء يحصل بحفر البير فيها وإلى أن يصل إلى الماء أو غرس الأشجار فيها أو إحاطتها بسور هذا شيء الشيء الثاني إقطاع ولي الأمر إذا أقطعه ولي الأمر هذا الموات صار له لأنه ولي الأمر الصلاحية لأن يقطع من يريد إحياء أرض يقطعه ولي الأمر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع كما كان الخلفاء الراشدون يقطعون وذلك لمصلحة الناس هذا لمصلحة الناس فإحياء الموات يحصل بأحد أمرين إما بأن يعمل فيها عملا يثبت عليها حقه يثبت عليها حقه وإما بأن يقطعه إياها ولي الأمر أما بدون ذلك فإنها لا لا يحصل فيها تملك لو قال الأغضاء لا ليه لي أنا سابق إليها وهو ما عمل فيها شيء ولا معها عليها كطاع هذا ما يثبت فيه شيء الكلام مجرد الكلام أو الاستيلة عليها بدون عمل شيء هذا لا يثبت به ملك كذلك لو حبسها حط عليها حبس هذا لا يثبت به ملك أو أو أدار عليها أحجار أو عمل عليها شبك الشيط الذي يسمونه الشيط أو الشب هذا ما هو بجدار ما يصلح هذا عرضة للزوال ما يثبت الملك يثبت الملك الجدار الذي يبنى ويبقى ويستمر ماهو كذلك ملت نعم بابو بابو ملت ملت ملاهو وهي الأرض الداثرة التي لا يعرف لها بالك هذا تعريف الموات الموات هو الأرض الداثرة التي لا تعرف لها مالك وليس عليها اختصاص لأحد أو مرفق لأحد نعم وهي نوعان نعم وهي نوعان حضروا معهرون من يجد عليه مج فهذه تنفروا في الإحياء لما رضى جاء دوروا بأخذ الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحياء أرض ميته أسنى أخرجوا وقال حبيب من أحياء أرضا ميتة أو ميتة يصلح ميتة أو ميتة فهي له ومعنى أحياءها يعني عمل فيها عملا من حفر بئر حتى يصل إلى مائها أو غرسها أو إحاطتها بجدار هذا الإحياء فهي له يعني تكون ملكا له وبشرط أن تكون ميتة يخرج بذلك الأرض غير الميتة وهي المملوكة لأحد هذه ما هي ميتة نعم النوع الثاني ما كان فيها من أثار الملك ولا يلعب لها مالك النوع الثاني من الموات ما سبق عليه ملك عليها أثار ملك لكن ما نعلم منه له ولا أحد يدعيه ولا أحد يدعيه ربما يكون من آثار الجاهلية أو قديم ما أحد يدعيه ولا أحد طالب به فهذا يعتبر من الموات يعتبر من الموات لأنه ضاعت ضاعت أربابه كما يقولون فيعتبر من الموات نعم النوع الثاني ما كان فيها من أثار الملك ولا يلعب لها مالك وفيها رواي ثاني أحدهما قلنك بالجياء للقمر وجمار الله طاوص أن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عادي الأرض عادي الأرض عادي الأرض عادي الأرض إلا أنه لرسوله الله ينكم معا عادي الأرض العادي نسبة إلى عاد يعني ما كان عليه ملك قديم الجاهلية فهذا له حكم الموات إذا أحيي يملكه من أحياه أما إذا كان ملكه لأهل الإسلام فإنه لا يجوز أحياؤه لأنه صار مسبوق عليه نعم هذا العادي العادي نسبة إلى عاد يعني ما كان من أملاك الجاهلية التي انقطعت وزالت أربابها نعم هذه رواية الرواية الثانية أنه لا يملك إلا بإذن ولي الأمر لأن الشيء المملوك سابقا إذا ضاع مالكه يكون لبيت المال الأموال الضائعة تكون لبيت المال يتصرف فيها يكون من صلاحيات ولي الأمر نعم نعم تكون لبيت المال لمصالح المسلمين تكون لمصالح المسلمين فولي الأمر يتصرف فيها بما يرى الأصلح أما لو جاء واحد وأحياها أيحياه غير صحيح نعم لأنها مهم موات هذه مسبوق عليها ملك نعم مسألة وإحياءها إمارتها بما تتهيئ بما يضار منها والمرض لذلك إلى العرف إحياءها يكون بأن يعمل فيها عملا يعمل فيها عملا يصلحها للاستثمار يصلحها للاستثمار هذا هو الإحياء كان يحفر فيها بئرا حتى يصل إلى الماء أما لو حفر بئر ولا وصل إلى الماء هذا ما يفيده شيء أو أجرى عليها ماء جاب له من من بئر قريب منها أو من نهر قريب منها أجرى عليها الماء هذا عظا يعتبر إحياء أو أحاطها بجدار كما سبق لأن هذه الأعمال تهيئها للاستثمار والاستفادة نعم ويربع في ذلك إلى العرف فما تعرفه الناس أنه بإحياء فهو إحياء لأن الشرع ولم يثبت يربع فيه يرجع فيه إلى العرف لأن الشرع قال من أحيى أرضاً ميتة فهي له ولم يبين ما هو الإحياء فيرجع فيه إلى العرف يرجع فيه إلى العرف لأن ما لم يحدده الشارع يرجع فيه إلى العرف هذه قاعدة شرعية والشارع لم يحدد الإحياء فيرجع فيه إلى ما يعده الناس إحياء نعم يرجع فيه إلى العرف كما رجعنا إلى ذلك في قبل وفي المرز قبل المبيع والإحراز في السرقة يرجع فيه إلى العرف ما عده الناس حرزاً أو عده الناس قبضاً للمبيع يعتبروا قبضاً وحرزاً نعم إما يبنيها دار أو يحوطها بجدار بصير حضيرة أو يحفر فيها البئر ويصل إلى الماء أو يجري عليها الماء من نهر أو من بئر قريب منها أو ما أشبه ذلك هذا يعدي حياء عند الناس لأنها أصبحت بهذا صالحة للاستثمار أما مجرد أنه يضع يده عليها أو يحط عليها أحجار أو يحبس عليها حبوس بالدركتل فهذا ما يعتبر شيء نعم فأما الدار هذه هي حيطانها وصفها لأنها لا تكون بالسكنة إلا كذلك نعم وإن أرادها حضيرة فإحيانوا عمحات في رفع عالتهم كما أما إذا أرادها حضيرة يعني حوش الحضيرة معنى الحوش الذي تجعل فيه الدواب فمعناها أن يحميها بسور وجدار يحفظ ما بداخلها نعم يعني مجرد الحبس عليها ما يكفي حتى يسوق إليها الماء إما من بير وإما من نهر إما نعم إذا أجرع عليها الماء صارت محياتا لأنها لما وصل إليها الماء أصوحت صالحة للإستثمار نعم وإن كانت من الأرض التي لا تحتاج إلى ماء فليعنوا فيها ما تتهيجع به للزراعة لقرر أحجائها وأحجائها وتمجيبها إذا كانت أرضاً زراعية ولا تحتاج إلى إلى ماء كالذي أرض البعل مثلا أرض يسمونها البعل الذي ما يحتاج إلى سقي وإنما يشرب بعروقه العثري والبعل فتملكها بأن يصلحها لذلك لأن يقطع الأشجار ويزيل العوايق التي تمنع زراعتها ويكون بذلك أحق بها إذا عمل فيها للشيء حق بها نعم وذلك وذلك الفاضي لواية الظخرة في سنة الدهياء وهو أن يحوزها بحالة ويجري لها من الله العظيم في كتابه عن سريك وعن سريك وغير من أصحاب قتالة عن قتالة عن حسن عن سمرة من رسول الله صلى الله وعليه وصلى وقال من أحاق خائف على أرض ففينه فالله ربو جاوب واحد المسلم ومثله عجاب عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن الحاجز المنير فكان أحياء أشبه أمال وجعلها لكارم حضيرا وصلى وإن حقر بهم وإن حقر بهم فواصل على الماء ملك حريمة وخمسون مراعة من كجال إن كانت عادية وحريمة البيت المدين خمسة وعشر مراعة دمار من دار مهم بإسناد البئر على قسمين بئر عادية يعني قديمة مندرسة وجاءوا حفرها وطلع على ما فيها يعني أخرج ما فيها من التراب ومن الانسداد حتى أخرج ماءها وصرت صالحة للاستعمال حفورة من قبل لكن من دفنه وجاء وحفرها طلع على ما فيها وأصلحها يملكها ويملك خمسين ذراع حواليها دائر خمسين دائر عليها من هنا وهنا حريم حريم يعني معناها المحارم محارم البير خمسين خمسين من كل جنب أما إذا كانت بديع بير بديع يعني هو اللي حفرها ما كانت موجودة من قبل هذه سمى بديع أو بديع بالهمز هذه يملك يملكها إذا طلع على ما يملك البير ويملك حولها خمس وعشرين من كل جانب خمس وعشرين ذراع من كل جانب على النصف من العادية خمس وعشرين ذراع من كل جانب على النصف من البير العادية نعم والحريم معناها المحارم محارم الشيء سمى حريم وسمى حرم وسمى محارم نعم ثانب جعالة الجعالة ثانب جعالة وهي أن يقول مرضى رفتي أو ظالمتي أو بني هذا الحار فله كذا الجعالة بفتح الجيم الجعالة ويجوز الضم الجعالة وهي أن يقول من عمل لي عملا كذا وكذا فله كذا وكذا من رد من رد جملي الشارد جملي الشارد ولا يدر وراء يقول من رد جملي اللي ضاع فله خمس تريل مثلا هذه جعالة إذا رده أحد فإنه يستحق الخمسة أو يقول مثلا من بناء لي إجدار على أرض أرضي الفلانية من حوطها بإجدار صفته كذا وكذا فله مئات ريال قام واحد وخوطها على المطلوب على المواصفات يستحق المئة التي أعلن عنها هذه الجعالة الفرق بينها وبين الإجارة أن الإجارة تكون مع أحد معين تكون مع شخص معين أما الجعالة فإنها مع شخص غير معين يقول من من عمل عمل كذا فله كذا وكذا جاء واحد وقام بهذا العمل بعدما علم بالإعلان أما إذا كان علمه قبل أن يعلم بالإعلان فليس له شيء لكن إذا عمل هذا العمل بعد أن علم بإعلان صاحبه فإنه يستحق الجعل الذي قاله قال تعالى قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم من جاء به له حمل بعير حمل بعير إيش من الطعام يعني هذه جعلة يقول من رد صاع الملك اللي ضاع فله حمل بعير من من الطعام وأنا به زعيم يعني كفيل فهذا دليل الجعلة من القرآن من جاء به من جاء به هذا عام لم يعين نعم باب الجعلة وهي أن يقول من رد لقاء من رد لقاء لقاء ولمن جاء به يعني صواع الملك المفقود صواع الملك المفقود من جاء به له حمل بعير هذا دليل الجعلة لأن القرآن ساقه مساق الإقرار ندل على جوازه نعم ورواه المسلم أن يناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوا حيا من أحياء العرب فلم يقروهم 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 ومينما كذلك إذ لدها سيد أولئك فقالوا تقرون فلا نفعل أو تجعل مدى جعل فجعلوا لهم قضيع شئا فجعلوا لهم منه يقرأ يومي القرآن واجعل عليقه ويته فبريق قلب فأتوه بالشاء فقالوا لا نفعلها حتى أسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل عنها رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم فقال وما يدريك أنها رقية كذوها وضعبوني فيها بسهل يتفق عليه ولأن الحاجة تدعو منها دليل الجعالة من القرآن عرفناه ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم دليلها من السمة حديث هؤلاء النفر من الصحابة نفر من الصحابة مسافرون ونزلوا على حي من أحياء العرب أضيافا ولكنهم لآم لم يقروهم يعني لم يقدموا لهم القرى هذا يخالف عادة العرب وكرم العرب لأن الضيافة هذه من مكارم العرب وقد جاء الإسلام بها وأقرها قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه في رواية فليكرم ضيفه جائزته قالوا وما جائزته يا رسول الله قال يوم وليلة في رواية ثلاثة أيام فكان من العادات الطيبة عند العرب ضيافة المسافرين وتقديم القرى لهم بل إنهم يوقدون النيران على الجبال من أجل أن يهتدي الأضياف إليهم كان العرب وكان سادة العرب والكرام من العرب يوقدون النيران على رؤوس الجبال حتى الأضياف الذين يسيرون في البر إذا رأوا النار ذهبوا إليها فهذا دليل على كرم عادات العرب وأقر الإسلام ذلك بل إن الضيافة من سنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما جاءه الملائكة في صورة آدميين قدم لهم أول ما باشرهم جاء بعجل حنيذ يعني مشوي قدمه إليهم يظن أنهم من البشر لكنهم ملائكة والملائكة لا يأكلون الطعام ولذلك لم يمدوا أيديهم إليه فخاف منهم عليه الصلاة والسلام ثم طمأنوا وشرحوا له القضية التي جاءوا من أجلها الحاصل أن قرى الضيف من سنة الخليل عليه الصلاة والسلام وقد توارثها أبنائه العرب من بعده ولا تزال والحمد لله فهؤلاء خالفوا عادة العرب ولم يقدموا القرى لأضيافهم مع أن أضيافهم من كرام الخلق وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن من عادة العرب أنهم يرقون الذي يعني يقرؤون عليه أو يعملون للترياق أو ما يشبه ذلك من أنواع العلاج جاءوا يطلبون من الصحابة أن يقرؤوا على على الذين فقالوا لهم أنتم لم تضيفون نحن نرقي نحن نرقي لأن معهم قرآن نحن نرقي ولكن أنتم لم تضيفون فلا نرقي إلا بجعل يعني بأجرة تقدمونها لنا هذا من باب القصاص وأخذ الحق فشرطوا لهم قطيعا من الغنم قطيع قطيع كامل فقام أحد الصحابة وقرأ على هذا الذي فاتحة الكتاب ونفس عليه فقام كأنما نشط من عقال شفاه الله بفاتحة الكتاب ولكنهم رضي الله عنهم لتأدبهم وورعهم وتوقفهم في الأمور حتى يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتصرفوا في هذا القطيع حتى قدموا المدينة والقطيع معهم يسوقونه وشرحوا ما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم فأقرهم وقال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله اقسموه بينكم واضربولي بسهم يعني شركوني معكم يريد صلى الله عليه وسلم تطمينهم بذلك لأنه إذا شاركهم الرسول صلى الله عليه وسلم اطمأنوا بذلك فهذا دليل الجعالة أنهم جعلوا لهم قطيعا من الغنم ولم يعينوا واحدا منهم وإنما جعلوا لمن يرقي هذا الذير قطيع من الغنم من يرقيه من هذا السهر الكرام قام واحد منهم وارقاهم هذا دليل نص في الجعالة وقره النبي صلى الله عليه وسلم كما أن فيه دليلا أيضا على أخذ الأجرة على تعليم القرآن وعلى الرقية إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله فيجوز أخذ الأجرة على التعليم ويجوز أخذ الأجرة على الرقية لكن يكون هذا بالاعتدال ما يكون بالطمع والجشع ويكون هذا ممن يعرف الرقية يكون من الجاهل ويكون أيضا هذا من صاحب عقيدة صاحب توحيد ما يكون من مشعوذ ولا الدجال شعوذ على الناس ويأخذ أموالهم ويوقعهم في الشرك بالله عز وجل الشعوذة هذه أمور باطلة فلا تستغل قضية الرقية لهذا الباطل نعم أما لو عين واحدا يعتبر إيجارة إذا قالوا أنت أفلان تقرأ عليه ولك قطيع منه وأنه صارت إيجارة لكن قالوا من رقى هذا الذي وله كلا هذه جعله وما يدريك وما يدريك أنها رقية هذا من باب المدح والتفخيم مثل القارعة ما القارعة وما أدراك تفخيم هذا هل تفخيم لشأن الفاتحة أقصد أنه إذن صحابي هذا ما كان يعلم ما كان يعلم إن لا يعلم لكن ما درى أنه لها الحد يعني العظمة ما درى أنه يعني الفاتحة هي أفضل سورة أفضل سورة أعظم سورة في القرآن هي الفاتحة فهذه زيادة علم وميعلمون أنها من القرآن وأنها من كلام الله عز وجل لكن ما دروا إنها بهذه المرتبة لكن ما يكون فهم ما سكت من يقول بجوازة لا أصل الرقية معروفة عندهم أصل الرقية معروفة عندهم لكن ما دروا عن مقدار قدر الفاتحة نعم وما يدريك ألم بالتفخيم أنها رقية ولذلك تسمى الفاتحة بالرقية وتسمى أم القرآن ولها أسمى كثيرة بعظمتها إذا قل لك ما هي أعظم سورة في القرآن تقول هي الفاتحة ما هي أعظم آية في القرآن آية الكرسي نعم ما هي أطول آية في القرآن آية الدين يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى آخر الآية هذه أطول آية في القرآن نعم الدليل الثالث الدليل الثالث من أدلة جواز الجعالة أن الحاجة تدعو إلى هذا الحاجة تدعو إلى هذا الشيء وما دعت إليه الحاجة جاس في الإسلام الحاجة تدعو إلى جواز الجعالة لأن الناس بحاجة إلى من يقوم بأعمالهم والعمال بحاجة إلى من يستأجرهم ففيها مصلحة للطرفين هذا يستفيد بوجود عمله وهذا يستفيد بالأجر نعم أو الجعالة نعم مسألة ولو انتقط اللقطة قبل أن يملكه من جعل لم يستحقه هذا اللي قلنا يشترط في استحقاق الجعل أن يكون عالما بإعلان صاحب العمل يعني عمل هذا الشيء بعد ما علم بالإعلان أما إذا عمله قبل أن يعلم بالإعلان فليس له شيء لأنه ما نواه ولا قصده فلا يستحقه يعني متبرع صار متبرع لا يستحق شيء إلا إذا أعطاه أكرمه صاحب العمل أكرمه بشيء أما الإلزام لا ما يلزم صاحب العمل شيء لأنه يجب على المسلمين أنهم يردون الأموال الضائعة إلى أهلها من إخوانهم المسلمين إذا وجدت مال لأخيك ضائع أو دابة ضائعة فإنه يجب عليك أن تردها عليه من التعاون على البر والتقوى فلا تأخذ على الواجب شيئا من المال إلا إذا جعله صاحبه المسلمون على شروطهم نعم يكفي يقف عندها قلنا الفرق بين الجعالة واللقطة أن الجعالة تكون مع غير معين الطرف العامل غير معين خلاف الوجرة أنها تعقد مع شخص معين الفارق الثاني أن الجعالة عقد جائز يجوز فسخه يجوز لصاحب العمل أنه يتراجع يجوز أنه يتراجع قبل أن يعمل العامل شيء يعلم ثم يتراجع إذا تراجع قبل أن يعمل العامل شيء فإنه تنفسه خلاف الأجرة فإنها إذا تم العقد تكون عقدا لازما على الطرفين لا يجوز لأحدهم فسخها إلا برضى الآخر نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قبلة الشيخ فيقول محمد بن علي بن حسين بن علي رضي الله عنه أنه الضمان العلي عملوا على خيطا على الشاطئ مع المعلم رضي الله عنه أجلاهم من أخار في الجزيرة كما في الصحة في أول خلافته أمضى عمر أمضى ما كان عقده الرسول صلى الله عليه وسلم في أول خلافته ثم لما قوي الإسلام في عهده لما قوي الإسلام في عهده نفذ وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب فأخرجه أما في أول خلافته فأمضى العقد على ما هو عليه نعم صديق الشيخ حديث حديث عبد الله المعور رضي الله عنه عبد الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيطا وشغل ما يحدث منها مثال الترزاق والترزاق هل هذا الحديث مليل دليل على المساقات ومزارعة أو كله دليل على المساقات وعلى المزارعة لأن خيطا فيها نخيل وأعناب وفيها أراضي فهو عام للمساقات وللمزارعة قال بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع فقوله من ثمر هذه المساقات وقوله من زرع هذه المزارعة نعم رضي الله الشيخ المنى السكنية التي تنح هو بالكتران إلى العالم الناس في هذه السكنية والبناء عليها هذه نعم هذه اقطاع قلنا أن ملك الموات يثبت بأحد أمرين إما باللحية وإما بالاقطاع من ولي الأمر فإذا أقطعه ولي الأمر شيء ما لك نعم أقطعه مزرعه أقطعه بيت سكنة يملكه بالاقطاع نعم بيت سكنة بيت سكنة نحن نبيعها بالصدر. نعم. ما هي أنواع حياة أموات مثل زراعة والسكنة؟ ما هي أنواع حياة أموات مثل زراعة والسكنة؟ السؤال ما هو واضح. أنواع اللي حياة عرفناها أنها إما بحفر البير وإخراج مائه أو بإجراء الماء إليها من نهر حولها أو بتسويرها بسور حائط يمنع الدخول إليها. نعم. هذه أنواع الأحياة. وإن كانت من الأراضي اللي ما تحتاج إلى سقي كأراضي البعول أو أراضي العثري فهذه إحياؤها بتحجيرها وإزالة العروق منها والأسجار وإصلاحها للبذر فيها. لأن هذا العرف. نعم. فضيلة الشيخ أن إذا أحيى أرض مواد يتملكها بعد ذلك أو اشترق مضي مدة جمالية فعليها؟ إذا أحياها ملكها إذا أحياها الإحياء الشرعي ملكها بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له ولم يشترط مدة. نعم. فضيلة الشيخ هل يشترط إذن ولي الأمر في إحياء الأرض للمواد؟ ما يشترط إذن ولي الأمر في إحياء الأرض للمواد؟ هذا الأصل لكن إذا رأى ولي الأمر إذا حصل نزاع بين الناس حصل فتن بين الناس في الاستيلة على الأراضي وحصل تعديات فلي ولي الأمر أنه يضع نظام للإقطاع والإحياء من تعداه فإنه تنزع منه الأرض ومن مشى على ضوئه يقر على ذلك إذا رأى ولي الأمر إن في ترك الناس يحيون ما شاءوا ويتعدون ويحصل قتال أو قتل أو يحصل فتن فلي ولي الأمر أنه يتدخل بما يحسم النزاع فأن يضع نظام للإحياء يضبط الأمور من تقيد به يقر ومن خالفه يمنع هذا من صلاحيات ولي الأمر درأ للفتنة أما إذا كان ما هناك فتنة ولا هناك نزاع والأراضي تثيره واسعة ولا يحصل فتن ولا شيء فمن أحيى أرضا فهي له عملا بالحديث الناس الآن صار فيهم جشع وصار فيهم سعار ما هم يقطعون الأشياء ويستولون عليها للمصلحة والاستثمار وإنما يستولون عليها للتزيد ولمنع الناس منها لذلك تدخل ولي الأمر ووضع نظام لهذا الشيء نادي الضبط الأمور نعم الحديث الشيء عندنا النصاحب المخد يسلمها لمن يمتحها ورعاها ثم يسلمها وعيد الحساد يأخذ مقام بإصلاحها أكبر أكبر عنقود منها وقد أكثر عنقود وقد لا تثير وصلة هل هذا جائز؟ لا هذا ما هو جائز يأخذ أكبر عنقود منها هذا مجهول قد لا يكون فيها عنقودة قد لا يكون فيها عنقود كبيرة تكون كلها عنقود صغار ما يصير فيها شيء سبير ولا يتحقق الشرط يحصل نزاع لا الصحيح أنه يقول بالربع بالعشر بالخمس يعني جزء مشاع ما يعين أكبر عنقود ولا أكبر عنقود أكبر عنقود أكبر عنقود أكبر عنقود أكبر عنقود أكبر عنقود مطالب منظر المعيون في السنة هذه ما هي ما تسمى موساقات ولا موساقات إيجارة الإجارة غير الموساقات الإجارة تستأجرها وتصرف فيها تدفع الإجارة سواء جرعتها أو ما جرعتها كل سنة تدفع الإجارة مثل السيارة لو استاجرتها شهر ولا عملت عليها الشيء وقفتها ببيتك تلزمك الإجارة لأنك أنت المفرط وأنت اللي ما شغلتها مفرط أما صاحبها أنت حبستها عليه لتلزمك لتدفع الإجارة ولو ما شغلتها كذلك الأرض لو استاجرتها ولا زرعتها أنت المفرط وأنت حبستها على صاحبها كم يعطيها غيرك هذا إذا خسر الشكوى إلى الله لا صاحب الأجرة ما عليه ما عليه إلا من الأجرة سواء تجرعها أو ما تجرع يطلع لك شيء أو ما يطلع لك شيء لأنه ما تجرك إياها ومانعها عن غيرك أن تحابسها هنا إذا أحياها ملكها إذا أحياها ملكها ولو ترك يملكه يعني ملكها بالإحياء نعم فضيلة الشيخ هل يجل التملق للمرات وفاق يطلع لأسهم الأهل البلد التي فيها المرات كيف نعم كيف ما هو من أهل يعني دصد ما هو من نفس المملكة من خارج المملكة أو دصد ما هو من نفس البلد وله من المملكة إذا كان من المملكة يجوز له يتملك نعم أما إذا كان من خارج المملكة هذا نظام دولي نظام دولي ما أحد يجي من الخارج يتملك في أرض ليست من من دولته لو يمكن الناس من هذا حصل فوضى والضراب وإخلال بالأمن فلازم تقيد بهذا اللي ما هو من من المملكة ما يتملك يعني يحصل بهذا خلال بالأمن ويحصل فوضى والضراب تعديات بين الدول بعضها على بعض عجوزة المعاهدات الدولية والأنظمة الدولية كم نعها هذا الشيء نعم أما أنه من المملكة لكنه ما هو من نهل الرياض هو من نهل الخارج ولا من نهل القصيم ولا من نهل الأحساء ويأخذ أرض بالرياض تتفق فيها الشروط شروط الإحياء أفهمها نعم يفسخها بأي شيء فسخ العقد يعني العقد لسهر عقد إيش عقد المزارعة والمساقات أي المساقات والمزارعة على الصحيح عقد لازم ما هو عقد لازم على الصحيح أما على المذهب عقد جائز إذا فسخها بعد صلاح الثمرة فيه على ما كانت أما إذا فسخها قبل صلاح الثمرة فللعامل أجرت مثله العامل أجرت مثله نعم خزيرة الشيخ هل هناك ضوابط في إحياء المواد أما أن الإنسان من لأبد البر أخذ فقعة أرض وأحيائها فليلا لازم من الضوابط إذا كانت أرض ما سبق عليها ملكية لأحد ولا هي مرفق من المرافق العامة أو الخاصة وأحياها بما ذكر شرعا إنه يتملكها نعم ملكية الشيخ من فقه ملكية جارة ملكية علم أصحاب شريكة الجموزين لأنه الجموزين يقول الله أعطني مئة 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 من اليوم أنا أجرت أعطني هذه مئة أجرأ السيارة خلال هذا اليوم ما أجرها السيارة هو ما أجرها السيارة هو عامل عنده عامل عنده مستقدمه من الخارج على أنه سواك على أنه سواك وقال له تقدم لي كل يوم مئة ريال ولا أسفرك شغل السيارة هذه ودر في البلد وحمل لكن لو ما تجيب لي مئة ريال أسفرك فهو المسكين يخضع لهذا الشيء أنه جايين حامل الديون وحامل الفقر وعوائل وراه فهو يخضع لهذا الشيء ويخاطر بنفسه ويغامر ولم يحصل المبلغ هذا قد يبقى له شيء وقد لا يبقى له شيء هذا ظلم ولا يجوز هو جايبه على أن السواق بأجرة الواجب أنه نفذ الشرط اللي بينه وبينه خليه يسوق بأجرتك براتبه الذي تعاقده إياه عند الاستقدام وراع السيارة لصاحب السيارة قليل ولا كثير وهذا له راتبها اللي تشارطوا عليه هذا هو العدل وهذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطه أما أنه تضرب فيه يتغرر له يقول إما تخضع وتجيب لي المبلغ اللي يقول لك ولا بسفرك هذا خلاف الوفاء بالعقود الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود الوفاء بالعقود واجب نعم ما شرط هذا من الاستقدام ما يصح هذا الشرط لأنه يخالف النظام الاستقدام الاستقدام له نظام موضوع ومدعين عليه لكن لما جاب هنا ضيق عليه قال له هما تخضع ولا بسفرك أنا كفيلك وأنا ليه حق أني سفرك ولو رضي يرضى غصبه ويبي يرضى غصبه لو رضي لم أصلحك أبدا ما رضي رضا يعني رضا صحيح وإنما رضي من باب الإجبار نعم أو لو يعطيه الراتب اللي هو تعاقد هو يالي كان أحب إليه وأحسن نعم ما أعظم جمع ذي راتب ويطرد ويطرد ما يصلح المهم هذا ما يصلح لأنه فيه حتى لو سلم منه الإضرار بالسائل بالسائل فيه غرر وجهاله لأنه قد يحصل هذا المبلغ وقد لا يحصل نعم ثم أيضا يخاطر بنفسه يخاطر بنفسه علشان تحصل هذا المبلغ وحصل حوادث وحصل شر بسبب هذا نعم بل إن بعضهم حصل منهم جرائم لأنه إذا شافوا ما محصل المبلغ ربما يسرق ربما يعتدي على الناس ويأخذ ينهب من أموالهم علشان يسدد هذا المبلغ نعم حضرة الشيخ إذا قال أليس عما السيقال فالزواع فالتطار ورمي كله ما يكون للحامل وإنما قال علف ما شيء من يطار وإنما قال علف ما شيء من يطار علف كيف نعلف المهم إذا ما بيّن لها النصيب الذي يستحقه إذا ما بيّن تكون المساقات غير صحيحة وللعامل أجرت مثله إذا فسدت المساقات أو المزارعة لاختلال شرطها فإن العامل يكون له أجرة مثله نعم ما كان من باب الاحتيال لا يجوز إذا كان قصبه الاحتيال فقط تحصيل الأرض بالاحتيال هل لا يجوز أما إذا كان قصبه الإحياء والامتفاع بها هل أمانع من ذلك نعم لا الجعالة ما هي بعقد الرفاق الجعالة عقد اكتساب عقد اكتساب وأيظن الجعالة عقد جايز نعم ما هي بعقد لازم للجعال أنه يفسح يقول هوا فإذا كان هوا عنها قبل أن ينضي العامل في العمل فليس له شيء وإن كان بعدما عمل فله أجرة مثله له أجرة مثله عن تعبه الذي تعب نعم إن التعب ما يروح حدر نعم كم عايش كم عايش كما رجل عقود الارفاق نعم قبل أن ها عقود والضمان وماغت المخصوص رغلي الرهم هذا ليس من عقود الارفاق الرهم من عقود التوثيق من عقود التوثيق كذلك الكفالة والضمان هذه عقود توثيق هذه عقود إرفاق تسمونها عقود التوثيق نعم أما عقود الإرفاق هي مثل القرض مثل القرض ومثل نعم مثل القرض هو عقود الإرفاق مثل الإقالة قالها أيضا إرفاق وإحسان يعني واحد شرع منك سلعة تندم تقيله أو البائع تندم يقيله المشتري هذا إرفاق قصد منه الإحسان نعم نعم أن تجوز المزارعة في الأشجار التي تنسى فيها ثم ولكن تقصد بشيء آخر مثل أوراقها في الحنة أو من الأزهار أو جذورها لاستخدامها ويحفنها يصلح إذا كانت تقصد أوراقها للاستثمار فيه مثل السمر هي مثل السمر يعني بعض الأشجار سمرها في أوراقها مثل الحنة ومثل السدل ومثل الأشجار التي تقصد لأوراقها هذا سمرها سمرها الورق نعم إن العقد جائز فإذا التجم يدفع الجعل إذا ما التجم وفسخ يكون عليه وجرة المهل يرطي العامل وجرة مثله عن تعبه نعم فضيلة الشيخ شخص وجد وضلق سفاء الريال وسأل عنا أكثر مرة فلم يدد صاحبها ومن تكون فيها للمبنى وهل إذا وجد صاحبه دعوا فيها شيء دعوا فيه شيء والشارع بالأرض أخذوا عشر من واحد دميال تكون في المبنى ولا هذا صحيح اللغة وقفنا عليها في بابها لكن من وجد لقطه فإنه يعرف علاماتها الفارقة ثم ينادي عليها في الأسواق وفي مجامع الناس لمدة سنة لمدة سنة ينادي عليها في مجامع الناس والأسواق فإذا مرت سنة ولم يتقدم أحد مع المنادات عليها إنه يملكها يملكها تكون له لكن لو جاء صاحبها في المستقبل يدفعها له أما إذا ما جاء فيه تكون له ملك هذه اللقطة نعم قولنا في الشيخ ما هو إطار فينا قولنا عقد الجالس وعقد الرفاق وهو قولنا صحيح كما كل عقد الرفاق وعقد الجالس وعقد الجالس وعقد الرفاق عقد الرفاق هو المقصود منه الإحسان فقط نوبى المقصود منه الكسب الدنيوي عقد الرفاق الذي يقصد منه الأجر عند الله ولا يقصد منه طمعاً دنيوي مثل القر هذا القصد منه ثواب عند الله سبحانه وتعالى نوبى القصد منه الكسب الدنيوي أما العقد الجائز فهو الذي يملك الطرفان فسخة يملك أحد الطرفين فسخه بدون رضى الآخر هذا الجائز الذي يملك أحد الطرفين فسخه بدون رضى الآخر أما العقد اللازم فهو الذي لا يملك أحد الطرفين فسخه إلا برضى الآخر مثل البيع والإيجارة وغير ذلك من العقود نعم قال الشارح مسألة ورغب على الواضح الناب يعمل علينا الله صلى الله عليه وسلم والله إلى آخر قلت أنه أقول الله أنها مسئلة وشركة والسؤال ببنية أنواع الشركة تشبه شركة المضاربة الشارحي قلت أنها تشبه شركة المضاربة لأن المضاربة هي يكون المال من شخص والعمل من شخص هذا الدابة من شخص والعمل من شخص آخر هي تشبه المضاربة تماما شركة تشبه المضاربة وتأخذ حكمها ومن الشيء نوى الزبال معنى كلمة الزبار الزبار اللي الله لها السماد أو الزبار قطع الزبار قطع العروق الضارة الزبار بعضهم يقولون أنه قطع العروق الضارة يعني الأرض يكون فيها عروق الضارة أو نبات ضارة يجي ويقطعه حتى تصبح الأرض صالحة للزراعة نعم قطع العروق الضارة قطع العروق الضارة يقولون أنه قطع العروق الضارة حسابه يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَمْفِقُوا مِنْ قَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخَجْنَا لَكُمْ مِنْ لَخَجْنَا لَكُمْ مِنْ آرَبْ الزكاة تخرج من الزرع عموما لأنها من النوايب والنوايب تكون على جميع لو كانت الفكورة تقرب على الموجة في حساته لو كانت الفكورة تقرب على الموجة في حساته إذا أخذت جزء من الحبوب وهذا قومت بمصر ومن يكون بالزكاة والحسات وقومت بسجيل حكومة حقها فمن بعد إرقاء حكومة حقها وماذا لو نبذوا النساء بعد إرقاء حكومة حقها يزكي اللي يبقى له يزكي اللي يبقى له أما ما تأخذه الحكومة هذا راح عليه ذهب عليه لكن يزكي اللي يبقى له نعم ما تأخذه على المزلات إذا أخذت الحكومة على أنه زكاة حسب النية إذا أخذته على أنه زكاة يكون زكاة لكن يتأخذ على أنه ضريبة ما هو زكاة قد تكون الحكومة غير إسلامية أيضا ما تعمل بالزكاة نعم 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 والأملاك والعقود يرجع فيها للمحاكم تقدم للمحكمة والمحكمة تنظر في الوثائق وتنظر في الواقع وتصدر الحكم نعم قضية الشيخ إظلام الأخذ الشارع عند الفقهاء الله عز وجل أنه أخذ صحيح وهو من أسماعه تعالى ليس من أسماعه وإنما هذا من باب الإخبار من باب الإخبار يخبر عن الله بأنه شارع بمعنى أنه شرع الأحكام اسم فاعل من شرع يعني شرع الأحكام الرسول صلى الله عليه وسلم يطلق عليه أنه شارع أيضا من باب أنه مبلغ عن الله سبحانه وتعالى أحكامه نعم لكن ليس من أسماعه الله الشارع إنما يخبر عن الله بأنه شارع بمعنى مشرع شارع بمعنى مشرع شرع الأحكام نعم هذا فعل نعم هذا فعل شارع ما أقول من شرع هنا إذا أخلى بشروط العقد إذا أخلى بشروط العقد فلصاحب الأرض أنه أنه يخرجه من من ملكه يخرجه من ملكه ولكن ما يملك هذا إلا من طريق المحكمة ما يملك إخراجه إلا من طريق المحكمة تقدم للمحكمة والمحكمة تنظر فيه في دعواء نعم فضيلة الشيخ يملك النظار جرد عدد وحصرناها عدد بيانا كسار هل يجوز المحكمة بشيء مجازها حيث إذا محكمت إذا محكمت بغير الدها تسود وتتشوى أما الدها فيوصل للمحكمة لا يجوز للرجل لا يجوز للرجل إنه يصلح النظارة بالذهاب لأن لبس الذهب محرم على الرجل ما عدا ما رخص فيه من ربط الأسنان لأن الأسنان إذا ربطت بغير الذهب تنتن يحصل فيها رائحة أما الذهب فإنه لا يصدأ ولا ينتن مهما طال في الفم فلذلك رخص فيه للضرورة أما لبس النظارات فيها ذهب أو الخاتم من الذهب أو فيه ذهب كل هذا ما يجوز على الرجال نعم حضرة الشيخ لدينا الله إذا ما صلحت نظارته يشري نظارة ثانية الحمد لله الأمر سهل نعم حضرة الشيخ لدينا الله على جنوب النيل واحد يعمل في الهجرة ونهو واحد خمس بئة ثيان والآخر يعمل بنسبة خمسين في الهجرة وطلق العمل الذي يعمل بنسبة أن يعمل خارج المدرعة واشتاقنا أن يخلوا منك نصف طاقت العمل الذي يعمل بنرافق ومن حكم لا يصلح هذا هذا لا يصلح أنتم مستقدمين على أنه عامل وهو يجب أن تعملوا بالشرط الذي بينكم وبينه على أنه عامل وهو ما يجوز له يعمل عند غيركم لأنه شرطين عليه أنه عامل عندكم يجب على كل من الطرفين أن يفي بالشرط الذي عليه نعم وظيف الشيء ما يحبه في بصالة من يأتي بالأيد العاملة فتركه ويأخذه كل شهر ورثاه معين وإذا كان لا يجوز هل هل كسبه حرام نعم لا يجوز وكسبه حرام أنه يستقدم عمال ما له بهم حاجة ولا عنده عمل يحتال على الحكومة ويستقدم عمال على أن عنده عمل وهو كذاب ما عنده عمل هذا كذب النظام ما يسمح لمن عنده عمل أن يستقدم عمالا بقدر عمله أما يكون ما عنده عمل وإنما يريد المتاجرة بعرق هؤلاء هذا لا يجوز وما يأخذه حرام نعم كسب العالم ما يجوز من الطرفين لأن هذا مخلم بالشرط الذي شرطه هو للأمر وفيه كذب واحتيال من الطرفين ما يجوز يجب المسلم يكون صادق في تعامله وفي عقوده ما يكون كاذب ومحتال نعم وفي عقوده يجب المسلم يجب المسلم يجب المسلم